أنا بالنسبالي و أنا قاعد بأتفرج على المؤتمر الصحفي أنا اتفرجت عليه كله الحقيقة و أنا قاعد بأتفرج على المؤتمر الصحفي كأهلاوي فخور وسعيد جداً جداً هاتلي الصورة يا ساميلا سبعت ببقى سعيد وفخور ليه؟ لأنه الحقيقة مثل هذه الصورة بالنسبالي بتمثلي جزء أنا دايماً فخور بالنادي الأهلي ولكن جزء من فخرنا الدائم بالنادي الأهلي جزء من حبنا الدائم للنادي الأهلي بيخلينا نبقى من انبساطنا باسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي ووجودنا ولو بشكل بحاجة بسيطة جدا داخل النادي اي حاجة بنعملها يعني فانا وانت قاعد كده عد العدد الاسبونسرز اللي موجودين كام واحد اتنين تلاتة اربعة هتقعد تعد بسم الله من شاء الله يعني بسم الله من شاء الله هتفضل تعد كده هتبقى مبسوط هتعرف قيمة النادي الاهلي جوه مصر وبره مصر كم قنوات القنوات اللي بتتابع النادي الاهلي ووسائل الاعلام اللي بتتابع النادي الاهلي اللي قدام كولر خلينا نتكلم على حاجة احنا شايفينها عشان ما بقاش بكبر الموضوع قوي اللي قدام كولر كمية المايكات اللي موجودة قدام كولر عدد الاسبونسرز اللي موجودين في ظهر كولر حاجات جميلة جدا جدا تخليك او رعاة هذه البطولة موجودين في ظهر كولر فتخليك أنت وإنت قاعد وإنت أهلاوي كده تحط رجل على رجل وتتبسط مشهد متكرر الحقيقة دايما بنشوفه ولكنه مش غريب على النادي الأهلي وعلى قيمة النادي الأهلي لكل من يحاول أن يضع كلمات غير صحيحة وأمور غير صحيحة أمام النادي الأهلي زي ما حضرتكم شايفين الصورة تتكلم عن نفسها أنا بقولش أنا مش جايب صورة ولزقها وعملها ومقطع وجايب لكم لا الصورة دي من المؤتمر الصحف اليوم وعدد الوسائل الإعلامي الموجودة من المؤتمر الصحف اليوم عدد السبونسرز اللي موجودين من مؤتمر الصحف النهاردة وبالتالي حاجة تخليك دايما مبسوط باسم النادي الأهلي وبكونك تنتمي أو بتشجع هذا النادي الكبير والعريق